بسم الله الرحمن الرحيم أنا أود أولاً أن أُقِدَ بَجَاءَ بِسَنْ سِبَحْتِ حُكُومَةُ وآخَ أَمِنْهَمْ لِلْأَصَارِ مَا أَصَارِ أَصَارِ الْأَصَارِ وفي الواقع اليوم يمكن إضافته وهو أنه نحن حكومة تحديات لنا إرادة قوية لنا كذلك برنامج مهم ولنا كذلك قدرة على التفاعل مع كل هذه التقلوبات ومع كل هذه الإشكاليات اللي يمتروحها على أرض واقع هدفنا الأول وهو قدمة المواطنين هدفنا الأول كذلك وهو الوفاء بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي ومن بين هذه الالتزامات وهو إخراج مليون فقير من الفقر العمل على خلق مليون فرصة شر وبنسبة الشباب وبنسبة النساء والعمل كذلك على مهوض بالعالم القاروي ومواجهة التحديات المتبطة بالتغييرات المناطية صحيح أن الوضع الذين هرميها فهو الوضع صحيح أن هذا الوضع ناتج عن صدمات خارجية عن إرادتنا ولكن صحيح كذلك أن هذا الوضع ناتج عن إرتقي وبالتالي فنحن جئنا لسويب الأمور جئنا لكذلك العمل على مواجهة كل هذه التحديات واجئنا كذلك في إطار متضامن من أجل العمل على تبقى التوجيهة الملكية على كرساء وتكريت وتقوية الدولة الاجتماعية اليوم ما يمكن تأكده بكل قوة وهو أننا سنظر أوفية لاتزاماتنا وسنواكب المواطنات والمواطنين ونعمل على تقليل من العب عليهم وسنعمل أساسا على إعطاء نفس قوي أولا من أجل تقوية والتقليل والمواطنين ثانيا العمل على تقليل تقليل استثمارات العمومية ولكن كذلك استثمارات الخاصة فالإطار تتبعتم كما العدد اللقاءات التي كانت لجنة استثمارات والتي أعطيت بأكل اليوم الإمكانية للخلق مئة وثلاثين ألف فرصة اللي هي مرمجة في إطار التثمارات الخاصة زيادة المجمدات منطرف الحكومة على السعيد وظيفة المجمدات التي انطلقت بالنسبة لبرنامج أوراج زيادة على البرنامج إن شاء الله لغاية الفرصة لغاية ترك الشر المقبل مع البرنامج التي يعطى انطلاق كل ذلك من أجل خلق فراشور من أجل تحسين الدخل المواطنين والمواطنين ومن أجل العمل على إعطاء في الواقع انطلاق حقيقية لإقتصاد وطني نحن الحمد لله هذه الوابة تتبعوا بأن احتراجوا على السعيد الدولي وهذا يعطينا فرصة حقيقية باش ان هذا الإقلاع الاقتصادي اللي اشترنا له وكاليك هذا برنامج للحكومة فهي تتجاهزة باش انها تطبق الواقع في عدة المجالات انها تعطي الأقليل في أقرب وقت ممكن وشكرا لكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام ترجمة نانسي قنقر